مرحبا مواليد برش الأسد معكم كارني شماس كيف بدي يكون الأسبوع من 22 للأحد 26 نوفمبر هيدا أسبوع كتير حلو وكتير مهم لإلكون لأنه رح بيصير فيه مثلثات فلاكية كتير مهمة مع برشكن وذلك لأنه الشمس رح تنتقل يوم الأربعة 22 بتمام ساعة أربعة بعد الظهر توقيت بيروت الشتوي رح تنتقل من برش مائلة برش ناري برش القوس بينضم لإلاب يلحقه كوكب المريخ كوكب كتير مهم يوم الجمعة بتاريخ 24 صباحا كوكب عطارد موجود برش القوس إذن فيه ثلاث كواكب ناري رح تدعمكم مثلثات مهمة كل هذا الأسبوع خلونا أشوف الأحوال الفلكية كيف بدأت تكون 22 الأمر موجود ببرش الدلوي اللي هو معاكسكم بسبب لكم شوية وجعة راس لأنه الشمس طبعا بعدها موجودة ببرش العقرب الجو متقلب الجو صعب وإذا بدي أعطي علامة لهذا اليوم حتى الساعة أربعة ونصب بعد الظهر توقيت بيروت الشتوي بعطيه علامة تقريبا شي خمسة على عشرة لأنه فيه احتمال أنه الأمور تروح معاكسة لإلكم حسب إذا أنتم مشيتوا بطريق شوي متوتر تنحل الأمور تسهل شوي الأجواء بعد الظهر لما الأمر بيصير ببرش الحوت بيبقى كل الثالثة والأربعة حتى الساعة سبعة وثلث المساء توقيت بيروت الشتوي إذن هوني بلشت شوي الحل حلي وجود الأمر في برش الحوت بيساعدكن نوعا ما يمكن ربما تيسروا الأمور ترجع الأمور لطبيعتها ترجع الأمور تتيسر ويصير فيه تسهيلات ويصير فيه انفراجات نوعا ما تحضيرا لتهيئة لكل يلي خبرتكن عنه بالمقدمة إذن الأمر برش الحوت هو تسهيل الأمور ومحاولة إعادة ربط الأمور ببعضها ومثل ما منقول نرجع نقول العليقات من بعد ما تبهدل تيمكن شوي لما الأمر بيصير ببرش الحمل مساء الأربعة طبعا بيصير بمثلث فلكي مع برش كون الأسد هون الشمس أيضا موجود ببرش ناري ببرش القوس يعني صار فيه عندنا مثلث فلكي بين الأمر الموجود ببرش الحمل الشمس الموجود ببرش القوس مع عطارد وبرش كون هاي دي معناتها بداية رائعة 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 كل الخميس 23 رائع 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 الأمور ببرش الحمل والجمعة 24 رائع وروعة أكثر لأنه بينضم لإلون المريخ صباحا حتى الساعة 10 ونص المساء توقيت بيروت الشتوي يعني هاي دي الفترة من أهم الفترات وأكثرها حظا بي شهر نوفمبر ويمكن من أهم الفترات حتى من شهر آب أغسطس إلى هلأ الجمعة المساء الأمر ببرش الثور يلي هو مربع مع برجكم من النقطة الأعلى لا بأس بذلك لأنه عنا مثلثات هائلة نارية عم تعطيكم نجومية وعنكم قوة وجرأة هائلة لتنجموا نجموا ليصير نجمكم قوي وتربحوا بكل شي عم بتحاولوا تعملوا السبت نفس الشي نجمكم عالي جدا الأمر بالنقطة الأعلى بالدائرة الفلكية وفي عنا طبعا مثلثات من الشمس عطارد والمريخ لبرشكم مسائل شو ما بيصير ما تخافوا مسائبين لأنه عطلة أسبوع يمكن مسائل عائلية أو يلي عم بيشتغل كمان ويمكن يكون في بعض المتطلبات الطارقة لكن أنتوا أدى وقتوا سمعتوا إذن الأحوال الفلكية كيف بدا تكون رجاءا رجاءوا سمعوا برجكم الشهري لتعرفوا تأثيرات الشمس من برج القوس شو معناتها بشهر نوفمبر كلكن إذن محظوصين بهذا الأسبوع بشكل خاص موليد تموز مع أنه أنا بعتبر لكل محظوصين تابعوني إذن مع الأبراج اليومية وشهرية للمزيد من التفاصيل باي باي باي